نرحب بكم من جديد في الحقيقة فرق الدوري الإنجليزي ليفر بول، أرسنال ومانشستر سيتي وصلوا مبارح لعبة الكراسة المتحركة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم وده بعدما تفوق فريق ليفر بول على برايتون في نفس الوقت اللي فرض فيه أيضا أرسنال التعادل السلبي على مانشستر سيتي بكده أصبح ليفر بول متصدر الدوري الإنجليزي بعد وصوله للنقطة 67 وتقدمه بفرق نقطتين عن الثاني أرسنال وثلاث نقاط عن الثالث مانشستر سيتي مبارح كمان كان المباراة المحلية الزمالك فاز على فيوتشر بنتيجة 2-1 في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية والأهلي على سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا. تفاصيل كتير هنعرفها على المباراة دي من ضفنا اللي منوارنا في الستوديو دكتور عثمان إبراهيم الناقض الرياضي. دكتور عثمان كل سنة ومنوارنا. طبعا كل سنة الطبيبين في البداية وكل سنة وكل سادة مشاهدين طبيبين. يعني سهرات رمضان هي بتحلق بالسهرات الكروية شوية. يمكن الدولة الإنجليزية زي ما أنت قلت وموصل لقمة الإثارة يمكن منافسة السنة دي تختلف تماما. حتى السنين اللي فاتت كان دايما يكون منافسة بين فرقتين فقط لكن واضح من الموسم الحالي المنافسة السلسية قبل تسع مباريات للتلت فرق اللي هم بيرهنوا أو بيتنافسه على لقوة بريندر ليج الليفربول بعد مبارح كده بقى متصدر وفارق بنقطتين بعد الإهداءات اللي جات له من غير ما يبقى عامل حسابه من نتيجة المباراة بين مبارح اللي شفناها فاحنا عايزين نعرف كده الأمور ماشية إزاي؟ إيه اللي حصل السياق ماشي إزاي؟ الترتيب النقاط كمان حصل إزاي؟ تمام. البداية طبعا كان الليفربول عارف أنه داخل ماتش برايتون قبل اللي ماتش أرسنال وي ماشيستر سيتي هو عايف أنه يستفيد أن الفرقتين لو واحد منه فزعة تاني هيحرمه من ثلاث نقاط وبالتالي هيبعده شوية عن المنافسة في نفس الوقت هو عاوز يفوز عشان يحافظ نفسه على صدارة يعني قبل ماتشين مبارح كان الوضع أن الليفربول وأرسنال 64 وماشيستر سيتي 63 يعني الفرق كان نقطة واحدة وفرقتين متساويين لما الليفربول فزع لبرايتون 2 واحد بقى وصل لل 67 نقطة كان منتظر يشوف النتيجة التانية هيحصل إيه وبالتالي ممكن فريق يبعد فريق شوية عن المنافسة لكن حصلت النتيجة الأفضل ليفربول أن كل فرقة فقدت نقطة 2 يعني أولا فريق فزع على فريق كان فيه فريق هيخسر 3 نقاط وفريق لا لكن حالة التعادل فيه 4 نقاط راحل ليفربول أرسنال خسر 2 ومنشيستر سيتي خسر 2 وبالتالي الفرق دلوقتي يبقى نقطة 2 بين ليفربول وأرسنال للمركز التاني وثلاث نقطة بين ليفربول ومنشيستر سيتي في المركز التالت عايز ألوكم أن فيه ناس بتعمل زي لعبة إحصائيات أو احتمالات يعني بلغة الرياضة يعني وفقاً للماتشاط اللي باقية في الدوري قد إيه والمنافسات اللي فضلة قبل ماتش مبارح كمنشيستر سيتي هو الأكثر فرصاً للحصول على الدوري مع أنه أقل نقطة من الثلاثين قبل ماتشاط مبارح بعد اللي حصل مبارح ليفربول قفز وهو المركز الأول في الاحتمالات يعني دوري وفقاً لبعض المواقع الإحصائيات على فكرة هي مقبصة مش خزاعبليات ولا توقعات ولا كلام بخلص دائم مفهوم هي بالورقة والآلم فتحلينا نتكلم على ليفربول إيه رأيك في طريقة أو إدارة يورجون كلوب للمباراة تقييمك وما كتبتها الصعف الإنجليزية عن ذلك يورجون كلوب نفسه قال أنهما عملوا مباراة كبيرة جداً جداً هي الأفضل ليفربول أمام برايتون برايتون بداهم ده باسمه وقال دي أفضل مباراة لابنها قدامه لأن الراجل ده بيعرف يتحكم في أدوات برايتون بيعرف يدافع بالشكل قوي جداً جداً لكن ليفربول صنع فرص كتيرة جداً جداً بدرجة أن محمد صلاح كان ليه 12 محاولة على مرمى برايتون أكبر رقم في تاريخ الدولة الإنجليزية من ساعة معامل وحصائيات من 2003-2004 يعني حوالي 20 سنة أكتر لاعب يعمل محاولات على المرمى في مباراة واحدة كان محمد صلاح مبارح 12 محاولة يتساوى مع عزلتان كان عمرها مرة برضو خلال العشرين سنة دي مفيش لاعب عمل 12 محاولة في مباراة واحدة زي محمد صلاح مبارح لكن صلاح ما كانش موفق قوي على المرمى لكنه في النهاية هو اللي سجل هدف الفوز ويمكن كلوب على الحيطة دي وقال تخيلوا لو صلاح سجل كل الفرص اللي جات له كان هيعمل أرقام مجنونة لكن الطبيعي ان محمد صلاح زي وزقي واحد في الخط الأمامي بيوصل كتير فممكن يضيع عشان تيجي في كرة معينة ويسجل وقال فعلا الهدف اللي سجله كان هدف رائع تعامل مع الكرة بهدوء استقبل الكرة سجل هدف الفوز عشان يفربول يعبر هذه المرحاتة وقال في النهاية هي مباراة من آخر عشر محطات في الدوري ولازم نفوز بكل المتشاط وهنستنى نشوف نتاج الفرق منافسة لكن أنا أفوز الأول وبعد كده هشوف هيحصل إيه زي ما قلت لك محمد صلاح عمل أكتر محاولات في تاريخ البرنيا ليج ووصلت دلوقتي هدفه في الدوري السنة دي لستةاشر هدف عشان يقرب من المرعب إيرلينج هالند اللي جاب تمنتاشر أو متصدر بتمنتاشر عندنا صلاح ستتاشر سولانكي مهاجم بورنيموز ستاشر وواتكنز طبعا مهاجم أستون فيلا ستاشر فصلاح كمان داخل في المنافسة على الهدف والثلاث أسماء الثانيين دول مهاجمين صراحاء اللي هو مهاجم رقم تسعة مهاجم السندوق عشان محمد صراحي يزبط مرة تانية نوع رغم أنه يتواجده كجناح لكنه لاعب هداف وبيتواجد ويزاحم أقوى وأعتى مهاجم العالم في الوقت الحالي يتبتكلف مهاجمين دوليين كبار جدا جدا صلاح بيزاحمهم رغم ناس كتابت لك الصلاح عدد تلاتين وجباحه تلاتين والموضوع صعب وممكن يمشي من نيفربول لكن صلاح لحد دلوقتي وفي رغم رمضان وفي عز الصيام وما تشدت لها في عز الظهر نكف إنجلترا لكنه بيعد بشكل رائع وعامل موسم رائع جدا جدا هو الأكثر مساهمة حتى الآن في الدوري سجل ستاشر وصنع تسعة يعني مساهم بخمسة وعشرين هدف أكتر لعب في عشرين فرقة في البريميا ليج صلاح هو نمبر ون أو رقم واحد وفقا للأرقام والحصائيات بس مش صراحة اللي ممكن يمشي من ليفربول كلوب اللي ماشي من ليفربول كلوب ماشي راسبي عادوا بيخلص خلاص وإنبارح كان أول لقاء كلوب ديزيربي والصحف الإنجليزية بتتكلم عن في مفاوضات كده مع ديزيربي إنه ممكن ييجي مكان أقولك حاجة أقولك حاجة مهمة جدا أقولك حاجة مهمة مدام يورجي كلوب قاعدة إنه ماشي ده كان أول فوز ليهم لكلوب على ديزيربي أه هو كلوب قال دي أمتع مباراة نعملها قدامه لإن ديزيربي مدرب قوي جدا جدا مثلا بمسك بريتون عمل نسخة قوية جدا من الفرقة خاصة في مشارة الفرقة الكبيرة بيتمسكوا بشكل قوي جدا جدا وبيهددوا الفرقة اللي بيلعبوها فكلوب أشاد بفرقته إنهم عارفوا عملوا مباراة كبيرة مين خليفة كلوب؟ هنقعد في الموال ده لحد ما يعلم بشكل رسمي يعني على فكرة زي اللي بيحصل عندنا بيحصل بره الناس بره برضو هبقى فيه كلام كتير والناس هتقعد تحاول تخمن يا ترى مين اللي هيجي مين بعد كلوب؟ مين نمسك بعد كلوب؟ الموضوع دعف في إنجلترا أو حتى في الصحف العالمية واخد حيث كبير جدا جدا وهتبقى فيه إشعاع كتير وهتكتر زيادة خلال الفترة اللي جاية لإنه محدش عارف ليفربول استقر على مين لكن حتى من تصريحات كلوب كده يقول إنهم ما استقروا بالفعل مين هيكون خلفته؟ ولكنهم لم يعلنوا بشكل صريح مين اللي هيمسك ليفربول بعد كلوب؟ عشان كده أقول لك هنسمع أسماء كتيرة جدا جدا وإن كان هتبقى الخناقة الكبيرة على تشابي علونسو مدرب بارلي فاركوزن اللي عامل موسم خرافي في الدولة الألمانية يتفوق على عملاق زي بارني مينخ ومتفوق على ابن وقت كتيرة جدا جدا سواء رأي نونسو مش حير حال مين؟ تشابي علونسو؟ تشابي علونسو وبرضو هزل كلام خلي باكي أن برشلونة تشابي هنانديس ماشي وعندك ليفربول وليورجن كلوب ماشي دوفه يتمنى فرقة كبار طبعا ليفربول وبرشلونة أي مدرب هبقى طمعان جدا جدا إن هو يمسك الفرقة دي والناس ناسية إن فيه واحد كبير وعمل نتايا كبيرة بس قاعد في البيت بالله فترة زين دين زيدان فشوية كده هتلاقي إيه اسبوعين ثلاثة شهر ما ياخدش زين في لقى أقولك زيدان مرشح يتولى ليفربول ولا يروح يوفينتوس بدأ الليجري يعني هتلاقي برضو هتلاقي شعاء كتيرة كل ما منقرب من فترة نهاية الموسم هنسمع شعاءات كتيرة جدا جدا هو حظ ليفربول دلوقتي الناس منشاغلة بالمنافسة الشارسة على الدورة فكل مركز عليها هي الوغدة التركيز الأكبر لكن تخيل لو ليفربول كان بيدعي المنافسة كل كلام ده هتنسي وهبقى كله في ليفربول مين اللي هيبقى بعد يورجن كلوب طب كلمنا عن مباراة السيتي وأرسنال إزاي شفت تعادلهم سلبياً مبارح وده يأثر إزاي على موقفهم في الدورة الإنجليزية؟ زي ما قلت في البداية أرسنال ومنشستر سيتي بعد التعادل مبارح خلى فرص منشستر سيتي بالأرقام أقل من ليفربول يعني أزولك وفقاً للإحصائيات أن ليفربول حوالي 7.5% ممكن يكسب الدورة السيتي بقى 33.5% والنسبة المتبقية تقريباً لأرسنال حوالي أقل من 19% وحاجة بسيطة فبالنسبة للأرقام والإحصائيات ليفربول بقى الأقرب وفقاً مع أنه برضو الفرق مش كبير ده نوضوطين وتلاتة يعني مباراة واحدة ممكن كل ده يعني يتغير الحسابات يتغير تماماً السيتي وأرسنال مبارح سفر و سفر الماتش الدوري الأول كان واحد سفر الأرسنال تخيل أن بيب جورديولا في تاريخه من ساعة ممسك برشلونا اللي قدر يتعادل معاه أو قدر يمنعه أن فرقته تسجل هو دارة برشلونا وبارين مينيخ ومنشاستر سيتي مبارح أرسنال رابع فريق في التاريخ يحرم جورديولا أنه هو يسجل رايح جاي في الدورة عملها مع بورسيا منشن جلد باخ أيام ما كان في الدور الألماني عملها عملها منشاستر رونيتد موسم تسعة تشعر عشرين أمام السيتي وعملها معاك ريستا البلس في موسم عشرين وعشرين وعشرين قدام منشاستر سيتي أرسنال رابع فرقة في التاريخ تحرم جورديولا أنه يسجل فيها رايح جاي في الدورة أرسنال ولا علشان أرتيتا تنميز جورديولا فالإثنين فهميد رغبان فالإثنين عارفين همشوا إزاي فعشان كده استحواز كتير أيوة بس فكرة تنتخيلين أن فرقة زي السيتي بولك في ملعبها بتسجل هدف ممكن الأول مرة من 3 أو 4 سنين يفشلوا أنه يسجلوا هدف في ملعب الاتحاد اللي هو ملعب بتاع منشاستر سيتي فده برضو إنجاز كبير إمبارحة الإحصائيات بتقول أن السيتي كان ماسك الكورة وكان ليه تنشر محاولة ولكن واحدة بس على المرمى أرسنال معيني محاولته أقل سكتة لكن ليه محاولتين على المرمى معنى كده أن أرسنال عمل دفاع محكم بشكل قوي جدا جدا قدر يشل مفاصل السيتي وده أمر صعب معنى كده أن أرتيتا كان نازل وهو حافظ جورديولا حيعمل إيه؟ فحط خطته على أساس هو هيعمل إيه رد فعلا وحافظ أقول لكم الحاجة مهمة نحن نسا بنكلم عن أحصائيات والأرقام وأن الليفربول هو الأقرب وفقا للاحتمالات ولكن الناس أقول لك طب لو حصل تساوف النقاط في الآخر الدولة الإنجليزية بيحصم إزاي؟ الدولة الإنجليزية بيحصم بفارق الأهداف ده قوضا واحدا عشان ما حدش يجي لنوقت يحصف في الآخر الدولة الإنجليزية بيحصم بفارق الأهداف يعني هو فرقتين نفس عدد النقاط أشوف مين جاب فارق أهداف أكتر بطرح اللي جابه ما يناس اللي دخل فيه فأعزلكم أن أفضل رحت في الثلاثة هو أرسنان يعني أرسنان هو صاحب أفضل لأنه أقوى هجوم بسبعين هدف وأقوى دفاع داخل في 24 هدف فهو موجب 46 اللي هو الفرق بين اللي ليه واللي عليه يالي ليفربول بموجب 40 جاب 67 هدف وتلقت شباكه 27 هدف يليه منشستر سيتي موجب 35 سجل 63 وهدخل فيه 28 ده هنحتاجه إمتى؟ هنحتاجه لسه لسه بعيد لسه تسع موتشات كل فرقة لسه تسع موتشات كل فرقة ولسه معنا لسه المباراة الشهدائية ولكن وارد جدا يحصل تساوف النقاط فلو حصل تساوف النقاط في اللحظة الحالية دي أرسنان يعتبر أفضل في النحاة الهدفية إنه فيه موتشات كتيرة سجل أربع هدف وخمس هدف وعمل نتائج في شهر ينان وفبراير قوية جدا جدا مدعمة في الجزئية دي ودي نقطة مهمة برضو إن أنت تلعب على حظوظك حتى لو كانت أقل من المنافسة بتاعك ولكن تلعب عليها لآخر لحظة محدش عارف يحصل إيه والدول الإنجليزي منوش كبير يعني أي حد ممكن يعافر مع أي حد ذات من اللقات الكبار مع بعض لأ الفرقة الصغيرة هتعمل مشاكل للفرقة الكبيرة سواء السيتي أو أرسنل أو ليفربول وخلي بالك إن ليفربول لسه عنده يوروبا ليج مكمل فيها والسيتي مكمل هو أرسنل في الشامبينزو ليج فالضغط برضو منوشات الفترة الجاية خلاص إحنا دخلنا في أهم شهرين في السنة شهر أربعة اللي بدأ النهاردة وشهر خمسة هم دول شهرين المنافسات هم دول شهرين الحصاد اللي أنت بتبني طول السيزن عليهم عشان توصل للفترة دي معاك لعدتك أعلى مستوى فني أعلى مستوى بدني عشان تخش في المعمال الحقية وأعتقد إن إحنا عندنا شهرين الناس اللي بتحب كورة القدم خاصة الكورة الإنجليزية شهرين من المتعة الكوروية فقط خلال الفترة دي إن شاء الله نروح لأفريقيا يعني إزاي شفت فوز الزمالك على فيوتشارينباريح تأثير ده برضو على البطولة الأفريقية بيكنا أنا قلنا هنا أنا فاكر في نفس المكان إن الزمالك قدامه أسهل نسخة للكونفتوري الأفريقية السنة دي حصل حاجة لما تعمل الدول الأفريقي الكاف كرر إن يبقاش فيه حاجة اسمها الملحق جلنا بنيجي في دور 32 في دول الأبطال اللي بيخسروا في 32 بيروحوا لعابوا دور ملحق في الكونفتوريليا فتلاقي فرق من دول الأبطال بدأنتقل لكونفتوريليا السنة دي ده تلغى فبش أقول حظ الزمالك بس ولكن قلل المنافس بشكل كبير مفيش فرق تقيلة في البطولة إلا الزمالك ممكنه نهضة بركان وتحدي العصمة جزائري عشان نتكلم بكل موضوعية بيت الفرق بما فيها مودن فيوتشر لسه حديثة العهد البطولة الأفريقية لسه أول سنة أقولها أفريقيا لكن الزمالك خبرات كبيرة جدا جدا وخذت بطولة قبل كده كمان حظ الزمالك إن القرعة في طريقه بعد التمامة من اتحدي العصمة الجزائري ونهضة بركان خذتهم في وش بعد ناحة تانية في السيمي فاينال لو تأهدهم من اتنين وبالتالي الزمالك سكيته مفتوحة لحد النهائي فأعتقد فرصة ذهبية للزمالك بدأها بخطوة صحيحة مبارح بفوز اتنين واحد وطبعا دكامات شمودن فيوتشر معنى كده أن الزمالك لو فاز بأي نتيجة يوم الحد اللي جاي أو تعادل بأي نتيجة أو خسر واحد سفر هتأهل إلى دور قبل النهائي وغالبا هلعب فريق دريمز الغاني اللي مبارح فاز على استاد مالي في مالي اتنين واحد نفس نتيجة الزمالك نتيجة دريمز الغاني برضو عمل نتيجة كويسة من دور المجموعات فهو الأقرب أنه قابل الزمالك في دور سيم الفاينال حتى اسمه مش مشهور من كي احنا غانا بقالها فترة كنا زمال نسمع عن أشان تكوتوكو وكده دلوقتي خاصة فيش كوتوكو شفنا مدياما الغاني مع الأهلي في دور الأبطال ودلوقتي بنسمع عن دريمز الغاني مع الزمالك فحتى لو أم الفرادي ما عندهاش خبرات في أفريقيا كبيرة فأعتقد أن الزمالك سيكوتو سهلة جدا جدا للوصول للنهائي إنها التانية اتحاد العاصمة خسر من ريفرز يوناتد الناجيري 1-0 ولكنها نتيجة قادر لأنه ويعوضها في الجزائر نهضة بركان المغربي اتعدل خارج أرضه مع ابو سليم اللي بـ 0-0 برضو نتيجة تقرب نهضة بركان فغالبا كده غالبا السيمي فانال نهضة بركان ممكن مع اتحاد العاصمة واحتمال ريفرز يوناتد وغالبا الزمالك ودريمز أعتقد الزمالك طريق ومفتوح لحد النهاء إن شاء الله إيه لممكن يبقى معوقات توقف في وسط الطريق للزمالك؟ لأ ما أعتقدش فيه معوقات الموضوع الفوز بيجي فوز خليك الفترة اللي فاتت التوقف الدولي جي في مصلحة نادي الزمالك لأن الفرقة كان عندها ثلاث هزام متتالية واربعا فطبعا الهزيمة بتخلي استقاط قل خسرت كاس مصر قدام النادي الأهل الغريم التقليدي خسرت في الدوري قدام الجونة وإنت في الدوري المستوى بعيد جدا جدا وفرق النقاط كبير عن الفرق الصدارة فبالتالي البطولة اللي في إيد الزمالك حالان هيكون فدرالية ليه لأ ما حافظش على حظوظه خاصة أنه هو بقى صعب أنه يوصل لأفريقيا من خلال المنافسة المحلية لو خد الكون فدرالية بقى عنده فرص أنه يشارك كحامل اللقب فأعتقد دي نقطة إيجابية لأنها بطولة في المتناول بشكل كبير يفصلك بينك وبينها دلوقتي خمس ماتشاط مباراة العودة أمام فيوتشر ماتشين سيمي فاينال وماتشين فاينال وبمناسبة إن شاء الله الزمالك يوصل لسيمي فاينال هيبقى الزهاب في القاهرة والعودة غالبا خارج القاهرة اللي هو غالبا يكون في غانا لكن في حال الوصول النهائي الزهاب خارج القاهرة ومباراة التتويج هتكون هنا في مصر فأعتقد دي حافظ كبير جدا جدا وماتش التتويج ومفدرالية وماتش التتويج دور أبطال يكون هنا في مصر وطبعا دي مؤشر كبير عندنا بقى تنوع هل ممكن نفكر في أستاذ مصر في العسام الأدارية نشوف بقى أهل وزا مالك كمان غير المنتخب ربما هل نشوف أستاذ القاهرة ملينا على آخره زي ما تعودنا أستاذ الرعب زي ما معروف في أفريقيا هيخلى نحن بحاجة تانية إن احنا نشوف ماتش سوبر أهل وزا مالك من جديد في أفريقيا من بعد 1990 بدن فريتين الكبار أكبر فريتين فقار أفريقيا وماذا كان فيه نهاء قارن في دور الأبطال الأفريقيا من 3-4 سنين ربما يكون فيه نهاء سوبر قارن جديد من أهل وزا مالك أعتقد هتابع مباراة كبيرة والاتحاد الأفريقي ده لو حصل هسوأها وهيكسب من وراء فوز كتير جدا جدا وربما تكون المباراة نحن الأمور عندنا بقت الإمكانيات متاحة الاستاذ الكبير الرهيب بتاع العاصمة يعني أكيد حاجة جذبة جدا حاجة قوي جدا جدا طبعا فأعتقد هي الفكرة فكرة يعني بحفزانا بشكل كبير الأهل حقق نتيجة إيجابية أمام سيمبا في تنزاني 1-0 إزا مالك فاس بره مع رابه عايزين نتكلم عن ده فوز الأهل على سيمبا التنزاني إزاي يكون مؤثر إزاي حظوظ القلع الحمراء في المنافسة على اللقب كيف ترى طيب الدورة بترى في رقيا السنة تفوز باللقب وكمان كلهم أو معظمهم عندهم خبرات في الدورة أبطال أفريقي أصنع الفرقة كبيرة رغم خروج فرقة زي الوداد المغربي وكات مفاجأة من عارة تقيل من دور الملجموعات كات مفاجأة كبيرة جدا جدا لكن أقولكم حاجة طريفة قوي إن تلعبت أربع ماتشاط تسجل هدف واحد هو هدف النادي الأهل كل ماتشاط صفر صفر سبع فرقة ما سجلتش الفريق الوحيد اللي سجل هدف هو الأهل هدف أحمد نابيل كوكا في ماتش سنبا في تنزانيا الأهل ما كانش أدائه عالي قوي ولكن وفقا لمعطيات والظروف اللي قبل المباراة الأهل عمل مباراة كبيرة إن انت عندك غيابات كتير عندك لعبة المنتخب جاية قبل تمامينة واربعين ساعة من اللقاء خلصوا ماتش مصر وكرواتيا طلوا على المطار حرفيا على الطيارة عشان تروح لتنزانيا تعمل مباراة نكق قوية جدا جدا ومباراة بدانية صعبة وفي ظل الصيام وشهر رمضان والحمد للأن الماتش كان بعد الفطر كمان كان الموضوع يبقى أصعب لو كان في وقت الصيام اللعيبة عملت عليها تقلق مصطفى الشوير بشكل واضح جدا جدا حاجة بسم الله إن شاء الله بصراحة قويس يعني حارس وعد جدا جدا سواء للأهل أو حتى المتخم مصر الفترة اللي جاي إن شاء الله نتمنى استغلال الحكاية دي إنه ما شاء الله هو وصل للمستوى ووضحنا هو أعلى من باية أقرانه في الفرقة المصرية التانية أو الأندية المصرية في الوقت إحنا شايفينه دلوقتي فالنادي الأهلي عطع شرط كبير فاز واحد سفر يفوز بأي نتيجة يتعادل بأي نتيجة ده في صلحه إن شاء الله في مطش العودة إنه هو يحسم تأهره لدور قبل النهائي الناحية التانية قدامه مازمبي الكنغولي اتعادل على أرضه ودي كانت مفاجأة إنه هو يتعادل مع بيترو راتلتكو الأنجولي مفاجأة من عدد تقيل للمازمبي فرقة تقيلة وصعبة ورخمة على أرضها وملعبها صعبة فإنه ما نبتش ما لعب صعب جدا ولكن الأهلي إن شاء الله ربنا الكرم ووصل ومازمبي كمان خرج من طريقه وجاله بيترو راتلتكو الأنجولي فرقة أنجولي حين نعرف نعب معها إنه بلعبوا كورة مش بلعبوا بقى اللي هو نظام الخشونة ولا ترجع وقتا وبيترو راتلتكو خبراته ومس زي مازمبي فربما يكون منافس نوع ما في المتناول عن مازمبي بشكل ما الأهلي إن شاء الله نتأهل ماتش الزهاب هيبقى برة في السمي فاينال والعودة في القاهرة ربنا كرم ووصل النهائي بإذن الله يبقى ورده الزهاب برة وزي ما قلنا من شوية ماتش العودة والتكويج في نهاية در أبطالكم فترولية وقتها نحلم بقى زي ما قلنا من شوية يبقى فيه صبر أفريقي من جديد بين الأهل والزمن واجبك روية أنت قلت هلنا قبل الفطار قدمناها النهاردة كل شكرا لك إن أخذ رياضي دكتور عسان إبراهيم نورتنا وصباح الفل عليك